ميسي 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 ميسي. كاس العالم بيدخل التاريخ وهو بيرفعه النهاردة ميسي. كاس العالم بيرفعه ميسي النهاردة عشان يدخل التاريخ انه ميسي يمسكه ورفعه. كاس العالم اللي كسب النهاردة ان ميسي يشيله ويرفعه ويكون معكس العالم. ميسي اللي قفل اللعبة. ميسي اللي كان يستاهل ياخد بطولة كاس العالم مع الارجنتين عشان يبقى قفل اللعبة. قفل اللعبة وعمل كل حاجة. كل البطولات اللي ممكن يكون شارك فيها كذا. اللعيب اللي متعنا وامتعنا. لعيب روعة. لعيب اللي لازم تبقى مبسوط ان هو ياخد كاس العالم. كان لازم ياخد كاس العالم. وعلى فكرة. الكلام ده مش لمسي بس. كلام ده زي ما بيتقال وزي ما قالوا. اي اساطير من اساطير قرة القدم لازم تبقى مبسوط لما تكون بتوصل للحزة دي. كريستيانو لو في اللحزة دي كنت هتبقى مبسوط له. المستقبل زي ما قلت قبل كده قلت انهائي. الماضي والحاضر. وحاليا والمستقبل. لان مبابين النهاردة بيثبت انه مستقبل قرة القدم. مبابين اللي عنده 23 سنة اللي قدامه انه يقصر ارقام ميسي وكريستيانو اه. هيبقى عنده وقت انه يقصر ارقام ميسي وكريستيانو وهو الاكتر عليهم في تاريخهم. لانه مستقبل او ميلاد اسطورة قرة قدم هنشوفها في الجيل الحالي عشان نبقى عصرنا اساطير كتير. زي ما عصرنا كريستيانو زي ما عصرنا ميسي زي ما بنعاصر اه ولكن خلينا اقول لك ان النهاردة خلينا نبدي ميسي حقه. ميسي النهاردة عمل كل شيء في كرة القدم. ميسي في البطولة دي لعيب عنده 35 سنة بيجيب 6 اهداف ميسي بيصنع ميسي بيسجل ميسي بيعمل كل حاجة مع منتخب خلينا نقول انه مش اقوى حاجة في كل عناصره. منتخب بيعتمد على ميسي. فميسي النهاردة لكن كان بيعتمد على الروح وعلى الرجولة وده اللي حصل. خلينا نقول ان ميسي دي بول مارتينيز هم دول من اكتر ثلاث لعيبة مؤسرة معايا في المنتخب بصراحة والواحد مبسوط المنتخب كله ومبسوط لمنتخب الارجنتين ومبسوط لميسي الارجنتين تستاهل وميسي يستاهل وكاس العالم يستاهل ان ميسي يرفعه في نهاية ولا اروح ولا امتع لقطر اللي تستاهل نهاية ممتعة الكاس العالم بالشكل ده. وزي ما بنقول انه التنظيم الاروع والامتع والاجمل في تاريخ كاس العالم بنقول انه هو النهائي التاريخي الامتع والاروع والاجمل يكون في قطر. قطر اللي استضافت بطولة زي ما بنقول ما فيهاش غلطة. بطولة مفيش حد لا عملها ولا حد هيعملها في المستقبل. بيتنهي كاس العالم النهاردة بمباراة تاريخية مش هتتقرر. اعتقد ان احنا محتاجين يعني يعني ازان بيقولوا كده عمر على العمر عشان نقدر نشوف نهائي بالشكل ده. نهائي بيخلص اتنين اتنين نهائي بنشوف في الاكسراتين جنين في لكل فريق. طرابات جزاء مصيرة. بنشوف كيليان امبيبيو بيجيب هاتريك بنشوف ميسي وهو بيصنع وهو بيسجل بنشوف كل حاجة. وطبعا عشان ما نساش دمارية اللي يستاهل هو كمان انه يكون من اللعيبة اللي يكون دي نهايتها مع المنتخب الارجنتيني. اعتقد النهاردة نهاية جميلة للجميع. نهاية جميلة لميسي. نهاية جميلة لارجنتين. نهاية ولا اروع لقطر. قطر اللي قالت للعالم كله ان احنا نقدر. ان احنا نقدر نعمل وفعلا عملوا كاس العالم الاروع والامتع. عملوا كاس العالم الافضل. هنا هو بشيء روعة روعة روعة. والزكاء في تخليط صورة العباية العربية الاصيلة. وميسي بيرفع كاس العالم التاريخي. التاريخي اللي هيكون في كل صوره التاريخية وهو موجود بالعباية العربية الاصيلة. في لقطة من الابداع القطري في فرض كل شيء بيقول التاريخ العربي الاصيل. من حفل الافتتاح الى لقطة النهاية وميسي بيرفع الكاس وهو لابس العباية العربية الاصيلة. كل شيء كان معمول حسابه. من اول حفل الافتتاح الى النهاية. كل شيء كان زي ما بيقولوا على المسطرة. قطر مفيش غلطة. قطر الاروع. الاجمل. شيء ممتع جماعة النهاردة انت تلاقي انت مصوب بالحدث. ان كنت زعلان فانت زعلان على ان حدث زي ده بيخلص النهاردة. المطعة اللي احنا كنا بنشوفها. الاصارة اللي احنا كنا بنشوفها في مبركس العالم من المجموعات دور الستاشرة دور التمانية. لقابل النهائي. للنهائي شيء ممتع. انت بما تشوف كاس فيه مطش ولا ثلاثة ولا ثلاثة فيهم متعة وقصارة بتقول ده كاس عالم متاسر الدنيا. بتتكلم فيه ما لا يقل عن عشرين خمسة وعشرين مطش كلهم متعة وقصارة واهداف بشكل مبالغ فيه. بعيدا عن التنظيم وروعة التنظيم زي ما قلنا من حفلة البداية للنهاية. من لقطة دخول الجمل. للنهاية بالعباية كل شيء بيتكلم عن العروبة بيتكلم عن عن تأصيل فكرة التراث العربي اللي زي ما بيقولوا بيتكلم فيه عن التاريخ العربي. قطر عملت كل حاجة. قطر فرضت اسلوبها. قطر رفضت اي شيء خارج عن الشكل والطبع والارث العربي الديني. والثقافي وفرضت ده بشكل محترم بشكل في احترام لجميع الثقافات ولجميع الشعوب طالما في اطار شكل الديني والثقافي. قطر عملت كل شيء ولا اروع ولا اجمل ولا احلى. وخدت نهاية ولا اروع ولا اجمل ولا احلى ولكن ميسي النهاردة. ميس يا جماعة النهاردة قلص. قفل اللعبة. قفلنا اللعبة. كل حاجة انت عايز تقولها قلها. كس عالم كوب امريكا ابطال اوروبا دوريات في اي فرق هو لعب ليها. آآ كس عالم للانبياء. آآ سوبر بجميع انواع السوبر. كل اللي انت عايز تقوله الراجل حقا. كل البطولات اللي انت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش الراجل حقا. قفل اللعبة. ده لعيب قفل اللعبة. النهاردة ميسي بينهي نسرته. الدولية لان انا مش مع ان في ناس بقوله انه هو مفوض يقدم. يدعني الاعتزاله دلوقتي انا شايف انه لقى الراجل دوليا. اكيد مسيرته المقود يقدم لان هو خلاص انا مش محناك حاجة تانية وبنتكلم كسر العالم اللي جاي هيكون هو بتكلم في تسعة وتلاتين سنة. اعتقد. وحتى لو تم تطبيق كسر عام كل سنتين فهيبقى سبعة وتلاتين سنة. لو عملوا النظام اللي هو ما بيتكلموا عنه. اعتقد ان هو زي ما بيقوله كده خرج من الباب الكبير في آآ الشكل الدولي. اعتقد ان الموضوع كده بالنسبة له خلاص دولية. محتاجينه ان هو ممكن يلعب تاني اه في اي بقى نادي ان كان بيكمل مع باريس ان كان يركع بارشلونة اي ان كان النادي اللي هو حابب يروحه يلعب بقى سنة كده ولا حاجة كمان نص الموسم اللي فاضل ده وساء وموسم كمان يمتع ناكسه بقى ويمتعنا ويدلعنا ويلعب برواءان ان انا قاعب ملعب كورة زي ما بيقوله كده اي بدل مصحة انا بروح العب كم مطش كده عشان همتع وادلع الناس. يعني بحط بقى الكريمة على الطرطة اللي انا عملتها. على المطعة اللي انا وريتها للناس. رواءان مزاج عالي كل حاجة عملها مسي. خلصت. فكرة بقى ان هيطلع حد يقول لك اص هو وكريستيانو ده لعب مش يعني في ناس كده ايه دي بقى دي دي يا ناس ما بتحبش تستمتع? يا ناس. واخدى الموضوع بشكل مختلف احنا مش قادلين نفهمه ولا هتفهمه. طبعا زي كابتن ساميل كام مونة كده. اللي مسي الحمد لله انتصر واثبته ان هو لعب دولي. لان مسي ما كانش عارف ينامي ليه بسبب كابتن ساميل كام مونة طبعا. ولكن يعني الحمد لله مسي النهاردة هينام نتطمن مش عشان رفع كسل عاد. لأ. عشان قدر يزبط لكابتن ساميل كام مونة ان هو راجل دولي. دولي مع منتخب طبعا كل النوعية دي من العقويات وكل الهبد اللي احنا شفناه مسي النهاردة اللي هو طبعا حتى لو مسي ما كانش غاد كسل عالم النهاردة زي ما قلنا كسل عالم هو اللي تم الاضافة ليه بان مسي شاله ورفعه ولكن خلينا نقول ان ده اللي كان لازم يحصل ان ده كانت مكافأة لكسل عالم كانت مكافأة لقطر لزي بيقولوا امتعت وابدعت ونظمت وعملت كل شيء روعة كل شيء جميل كل شيء يدعوك الى الفرحة والجمال والروعة زي ما قلنا ميلاد اسطورة قرة قدم جديدة على خطة ميسي وكريسيان رونالدو وهو كليان يمبابي اللي النهاردة اثبت ان انتو في نسخة رهيبة مش طبيعية هنشوفها الفترة الجاية من لعيب اسمه كليان يمبابي اللي زي ما بنقول هم نجم ولكن النهاردة هو دخل في اطار الاساطير لقرة القدم في سن 23 سنة يعني انت بتتكلم في حاجة هتفوق الخيال في الفترة اللي جاية خليك فاكر كلامي ده كويس وخلينا نقول مبروك الارجنطين مبروك لكل عشاق ميسي مبروك لكل عشاق قرة القدم مش ميسي بقى خلينا نقول مبروك لكل من يعشق قرة القدم وبيحب مطعة قرة القدم لانك اتفرقت على النهائي الافضل في التاريخ اتفرقت على النهائي الامتع في تاريخ قرة القدم اعتقد ان النهاردة كلنا ببساطنا وكلنا تم مكافئتنا بحبنا لقرة القدم ومشاهدتنا للفرجة على نسخة كاس عالم قطر عشرين وعشرين اللي هنفضل نحكيها لاجيال واجيال واجيال ان احنا شفنا النسخة الافضل والامتح في تاريخ كرة القدم. مبروك لنا مبروك لارجنطين مبروك لميسي مبروك لكاس العالم اللي ميسي النهاردة رفعه ومبروك لقطر التنظيم الاروح والاجمل والامتح. شكرا ليكم وشكرا لمتابعيكم في نهاية حلقات المشجع في كاس العالم وان شاء الله بازن الله نبقى مع بعض بقى في المشجع ونرجع لي المحليات. شكرا ليكم. سلام.